بتقديم قرار مشترك إلى لجنة الداخلية وحقوق الإنسان في برلمان كردستان ابتدأت الجلسة التي كانت استثنائية لتبتدأ معها نقاشات وسجالات طويلة حول ما أثير مؤخرا في مدينة دوهوك بعد حرق وتهديم مراكز التجميل والتدليك وتعرض المسيحين والأيزيديين إلى ضغوطات قيل عنها أتت من جهات خارجية جلسة اليوم جلسة استثنائية لبرلمان كردستان جاءت بعد الأحداث التي شهدتها محافظة دوهوك رئاسة البرلمان رأت من الضروري أن تقوم البرلمان بدورها الفعال في هذا الجانب وأوسط اللجان المعنية خاصة لجنة حقوق الإنسان واللجنة الداخلية في البرلمان بالقيام بزيارة ميدانية إلى المناطق التي شهدت توترات والأحداث في محافظة دوهوك أعضاء من البرلمان الكردستاني عن الأحزاب المسيحية أكدوا أن ما تعرضت له مدينة دوهوك جاء بفعل خارجي وأن رئاسة الإقليم وعدت بأن تعالج الموضوع بأسرع وقت قبل تفاقمه المسألة أن المسيحيين أصبح وضحية هذا الفكر بقناعة أن الموضوع لم يبدأ الآن قبل سنة تماماً كانت هناك بعض الإشارات بالضبط أيام عيد الميلاد ورأس السنة تم توزيع نشرة في مجمع أربيل التجاري في مجمع شيخ الله يبين أحكام مشاركة المسيحيين والمشركين في أعياد الميلاد والرأس السنة وهناك بعض الإشارات الأخرى التي تهدف إلى خلق فتنة طائفية دينية في أأمن منطقة في العراق الصحفيون والإعلاميون في إقليم كردستان العراق أكدوا أن هناك تهويلاً كبيراً وتضخيماً لما حدث في مدينة دوهوك وأكدوا أن الأوضاع طبيعية أعتقد أن المسألة ليست بهذا الشكل لأن المراكز التدليق الفنادق التي هجمت من قبل المتظاهرين ليست ملكاً للإيزدين ولا المساحين أحتمال أن يكون هناك من يعملون هناك من هذه الطائفتين ولكن المسلمين أيضاً يعملون في تلك وأعتقد أن أصحابها الأصلين هم من المسلمين وليس من الطائفتين وليست المسألة بهذه الضخامة وأخيراً قررت لجان البرلمان الكردستاني اتخاذ موقف يعمل على حل الأوضاع في الإقليم بدلاً من تضخيمها للشرقية نيوز مهند محمود أربيل